نحن جيدين بارين بالاحتفال لتعزيز مبدأ التسامح في المجتمع البحريني أعضاء الجالية اليهودية أشادوا بدور المملكة كوطن يسع جميع الديانات تحت صقف واحد من التسامح والاستقرار تاريخ البحرين كمركز للتجارة بين إمبراطوريات وثقافات متعددة أنشأ جوا من التسامح وإحترام الأقليات من المجتمع البحريني وعلى الرغم من أن البحرين بلد إسلامي إلا أن الأقليات الدينية من مسيحيين ويهود وهندوس وبوزيين وبهائيين يتمتعون بالحرية الكاملة في العبادة وبجانب المساجد تضم البحرين 19 كنيسة مسجلة إلى جانب كنيس يهودي ومعابد للهندوس ودور العبادة الأخرى شارك اليهود في الحياة السياسية لتمثيل البحرين دبلوماسيا وسياسيا بين مختلف الديانات والعمل على تشريع القوانين والانفتاح السياسي داخليا وخارجيا ملتزمين بقوانين المملكة وتقاليدها بالحفاظ على العقائد الدينية البحرين مملكة كبيرة مع قلب وسيع يعني ترحب بجميع الطوائف الدينية الموجودة المسيحيين مع المسلمين مع اليهود مع الهندوس والبهائيين والسيك فهي شيء فعلا نشكر الله عليها هاي نعمة كبيرة الاحتفالية التي استقبلها مبنى البرلمان البريطاني جاءت لترسخ قوة العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وتؤكد على التعاون والتسامح البحريني مع الشعوب والدول المحبة للسلام العلاقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة قوية جدا فهي شراكة حقيقية بين بلدين صديقين وتعمل من أجل السلام والاستقرار ليس فقط في البحرين بل في الشرق الأوسط بأكمله وهي شراكة مبنية على التسامح ولدينا هذه الليلة أعضاء من الجالية اليهودية البحرينية الذين يعيشون بين البحرين ولندن في جو من التسامح كما هو في البحرين أما العوائل اليهودية الأولى فجاءت من العراق إلى البحرين منذ عام 1880 واستقروا فيها بحثا عن حياة أفضل ومنهم من جاء من إيران والهند وغالبيتهم من التجار الذين نجحوا في البحرين الوطن الذي يعيش فيهم ويعيشون فيه لقاء مجتمعي تندمج فيه الجالية اليهودية التي تتخذ من البحرين بلدا آمنا للاستقرار والعيش فيه عاشوا على أرضه منذ القدم في جو أهله المتسامح ولا تزال تجمعهم عادات وتقاليد تحرس المملكة على إحيائها مستندة على تاريخ يعكس المكانة البحرينية بين الشعوب والأديان عبد جمال تلفزيون مملكة البحرين لندن